لن يغير العد والفرز اليدوي نتائج الانتخابات إلا قليلة هو ملخص التقرير الذي نشرته صحيفة وولد ستريت جورنال الأمريكية بشأن تداعيات تجوير الانتخابات البرلمانية في العراق تقرير الصحيفة الأمريكية تناول بمنظار دولي قرار القضاء في العراق بشأن التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب والذي تضمن إعادة عد وفرز أصوات الناخبين يدويا وولد ستريت جورنال اعتبرت أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات البرلمانية في العراق سمح بإعادة فرز غير مسبوقة لملايين الأصوات في أعقاب انتخابات عكست الرفض الشعبي للمؤسسة السياسية برمتها بعد أن شهدت مزاعم واسعة من الاحتيال والتزوير مزاعم تمحورت حول أجهزة العد والفرز الإلكترونية التي استخدمت لأول مرة في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي لتوجه أصابع الاتهام بالتلاعب بنتائجها لعدد من الأحزاب والكتل المتنفذة قرار قضائي لن يغير واقع النتائج لكنه سيضفل مزيد من الضبابية بشأن ما تبقى من الوقت القانوني أمام الكتل السياسية التي أعلن فوزها لتشكيل حكومة جديدة لا سيما وأن العراق مقبل على مرحلة فراغ دستوري في تموز المقبل الحال في كردستان العراق لا يختلف كثيرا عن ذلك الذي في بغداد فعلى الرغم من تأييد ستة كيانات سياسية في كردستان العراق قرار المحكمة الاتحادية رفض إلغاء نتائج التصويت الخاص في كردستان إلا أن الجماعة الإسلامية الكردستانية صرحت بأن قرار إعادة العد والفرز اليدوي هناك لن يجدي نفعا إذ ترى الجماعة أن نسبة تزوير ذاتها ستتكرر في ظل سيطرة حزبي البارزاني والطالباني على مفاصل الحكومة في كردستان وثم تمن يرجح أن عملية العد والفرز لن تتم قبل شهر تموز القادم ما يعني احتمالية الذهاب إلى حكومة تصريف الأعمال في وقت تتواتر فيه أنباء تتحدث عن نية البرلماني تمديد فترة عمله المنتهية أواخر حجيران